فيما قررت غادة والي وزيرة تضام الاجتماعي مدى فترة تزديد رسوم رحلة للحج الجمعيات الاهلية حتى الـ 26 من أبريل الجاري للحجاج الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الاهلية والتي كان من المقرر لها الانتهاء اليوم الخميس وذلك تيسيرا على الحجاج وإعطائهم الفرصة الكافية لتزديد الرسوم المطلوبة وفقا للمستويات الأربعة التي أعلنت عنها الوزارة معنا عبر الهاتف الأستاذ أيمن عبد الموجود الرئيس التنفيذي لحج التضامن أستاذ أيمن برحب بك أهلا بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير وحضرتك بخير بنتكلم عن مدى فترة السادات حتى يوم الـ 26 من أبريل الجاري نتكلم عن التفاصيل والإجراءات الميسرة الموجودة من حضرتكم هو طبعا المواد اللي كان محدد بداية كان ينتهي يوم الخميس 19 إبريل تم مدى بناء على موافع من معالي الوزيرة حتى يوم الـ 26 إبريل القادم طبعا الجميع يعلم أنه كان الأسبوع قبل الماضي كان فيه يومين أجازة للبنوك اللي هو الحد والإتنين بمناسبة أجازة شامل النسيين فعشان كده قلنا ندي للمواطنين مهلة للسادات ووديناهم مهلة الأسبوع ده عشان هنبدأ بعد نهاية الأسبوع الحق القادم إن شاء الله وانتهاء المهلة هنبدأ نصعد الاحتياطي وفقا لحسة كل مدرية كل مدرية تم وضع قليل 30% منها احتياطي للتصعيد محل الأساسي هل في نسبة كبيرة لسه ما قمتش بالتزديد؟ لا أولا نقول أنه نتكلم أن النسبة تقترب من اليوم من 90% مسددين من المواطنين ودي نسبة كويسة جدا من المهلة ونتكلم حوالي 7 أيام عمل في المنوك فدي مؤمنة كويسة جدا يعني للسادات فإحنا قلنا مهلة للناس لأن في بعض الناس كانت فلوسها في الوضايع في بعضهم لسه ما اتصراش في الكامل الاشتاك الخاص برحلة الحج فقلنا أن ندي مهلة أسبوع للعشرة في المئة اللي بقيين بحيث أنه لو ما تمش السداد يعتبر دعاتزار رسمي منه ما نبدأ نصعد قيمة الاحتياط إن شاء الله هيتم تحديد الأسماء وموعيد السفر بعد سداد الرسوم بشكل كامل ولا لسه الجدول الزمني لم يتم الإعلان عنه؟ لا أولا طبعا التفاصيل برنامج السفر بتبقى بالتنصيق مع شركة مصر للطيران لأن النمو مقرر له إن شاء الله يبقى مع بداية شهر أغسطس القادم بداية السفر أو الأفواج الحج إن شاء الله لو لا قدر الله حد ما قدرش يسدد الرسوم المطلوبة فيه احتياطي موجود أو فيه قيمة احتياطية موجودة قد؟ آه طبعا إحنا أن الولعى لما تم إجراء وضع التلاتين في المئة من إجمال الحصة في كل محظة احتياطي مترتب بحيث أن بنصعد العني الدول مباشرة في حل المعتذر أو المستبع البيسي يعني التلاتين في المئة ده قيمة مترتبة مش هيكون فيه اختيار عشوائي لا لا قيمة مترتبة لأن احنا المسلسلة تأخر كل إدارة لأن احنا بننحزم أن احنا بناخد لو اعتزارة في محافظة رجل ناخد من نفس المحافظة ونفس الإدارة للمواطن نعتذر تمام أستاذ زيمن عبد الموجود الرئيس التنفيذي لحج التضامن بشكر حضرتك شكرا جزيلا